تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين العسكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب العالمية العسكرية المقامة في الصين وفيما يلي نص البرقية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعا ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرني أن أعبر لجلالتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الإنجاز الرياضي العسكري الذي حققه منتخبنا العسكري لكرة القدم بالفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الرياضية العسكرية العالمية المقامة بجمهورية الصين وهو ما يعد إنجازا جديدا لمملكة البحرين يضاف إلى صروح الإنجازات الكبيرة التي باتت تحققها المملكة في ظل عهدكم الزاهر وفي إطار ما تولونه جلالتكم حفظكم الله من رعاية واهتمام كبيرين للنهوض بكافة المجالات سواء في الرياضة أو الاقتصاد أو التنمية وغيرها فلقد كان لرؤية جلالتكم الحكيمة أكبر الأثر بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه بلدنا العزيز من مكانة رفيعة على مختلف الصعود محليا وعربيا ودوليا معاهدين جلالتكم على مواصلة الجهد لتحقيق طموحاتكم العظيمة استكمالا لنهج الإنجازات التنموية الشاملة التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن وتعزز ناضة البلاد كما ولا يفوتنا الإشادة بالروح العالية والمثابرة التي التزم بها المنتخب لاعبين ومدربين وإداريين حتى تحقق لهم هذا الفوز الكبير دعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء